اشتركوا في القناة إلى الشارع أو لزيارة الأقارب وهل تعتبر زانية إن فعلت وعليها غسل الجنابة وهل عليها بالتالي حد الزنا أو اعتبرها زانية أرجو من سعادتكم توضيح ذلك اعتمادا على الحديث أيما امرأة وجزاكم الله خيرا واحد بعد سؤال هل لو المرأة تعطرت قبل خروجها بتكون في حكم الزانية وهل عليها الحد وهل بتختسل غسل الجنابة قبل خروجها ولو كانت حتى عطر نشوف الإجابة بتقول ايه فلا يجوز للمرأة ان تخرج متعطرة إن كانت تمر على الرجال بحيث يجدون ريحها وانزر الفتوتين وهو كاتب رقم الفتوتين وإذا خرجت المرأة متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي آسمة ووصفها في الحديث بالزانية ليس المقصود منه الزنا الحقيقة الذي يوجي بالحد إنما هو زنا عين بنظر الرجال إليها قال المناوي لأنها هيجت شهوة الرجال بعترها وحملتهم على النظر إليها ومن نظر إليه فقد زنى بعينه فهي سبب زنى العين فهي آسمة وإذا تعطرت المرأة ثم أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره فعليها أن تختسل وليس ذلك لأنها جنوب بل ليذهب الغسل أثر الطيب فقد رأى النسائي عن أبي هريرة قال رسول الله إسخرجت المرأة إلى المسجد فلتختسل من الطيب كما تختسل من الجنابة يبقى المرأة ممنوعة تخرج متعطرة وخصوصا لو هتمر على الرجالها ولو عملت كده بتكون أسامة والحديث وصفها أنها يعني في حكم الزنية مش الزنى الحقيقة اللي بيوجي بالحد لكن لأنها أثرت شهوة الرجال بعترها وكانت سبب أنهم بصوا عليها ولو فيه واحدة تعطرت وأرادت الخروج المفروض تختسل غسل الجنابة عشان ريحة العطر إيه تروح منها كويس خلينا بقى نشوف الراجل لو تعطر وعطر ده أثار شهوة النساء ماذا يفعل خلينا نشوف السؤال من موقع إسلام سؤال وجواب أتسأل هل يعتبر الراجل مصدبا وتزاني حين يفتن النساء برائحة عطره لأن هناك نساء اعترفنا أن هناك رجال وفي تزايد العدد بأن رائحة عطرهم وطيبهم جدا مصيرة ويفتننا وفي نسبة كبيرة من الرجال يهتمون بشكلهم بصورة جدا ملفت وملئ بالأناقة والشياكة وهذا السعوب المكوي المفصل بشكل ممتاز لجسمهم والشماخ المرتب وتفاصيل كثيرة يزيد من جمالهم ومتاح لهم الحرية ولا أحد يقول لهم أن هذا يفتن النساء وللأسف فعلا يفتن ويسير النساء فأتسأل لماذا لا ننتبه وننشر ونوعي بخصوص هذا الأمر للرجال إنهم فتنة يبقى فيه واحد بعد سؤال هل بيعتبر الرجل مصدب وكزاني حين بيفتن النساء بريحة عطره وأن هذا يفتن النساء للأسف بيقول كده يعني وفعلا هو بيصير شهوة النساء وخلينا نشوف الإجابة بيقول لا شك أن المرأة قد تفتن بالرجل لجماله أو حسن ثيابه أو طيب عطره ونحو ذلك ولذلك أمر الله النساء بغض النظر فقال تعالى وكل المؤمنات يغططنا من أبصرهن صورة النور 31 ومن أجل ذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى تحريم نظر المرأة للرجل وهنا أكد لنا إن المرأة فعلا بتفتن بالرجل لجماله وتبعته وطيب هل منع يعني الرجل زي ما منع الست زي ما شوفنا من شوية إنه يتعطب طبعا لا قال لها أنت ما تشميش أنت تغضي النظر يعني أنت غضي نظرك زي ما مكتوب في القرآن طيب ليه ما قالش للرجل غضي نظرك لو في حالة أن المرأة تتعطر وطبعا لأن الإسلام دين ذكوري على طول الخط وخلينا نكمل الإجابة ولحديث أمه سلمة إنها كانت عند رسول الله ميمونة وقالت فبين نحن عنده أقبل ابن مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله احتجب منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله أفعى مؤيان أنتما ألستم تفسرانه ورواه الترمزي لكن الحديث ضعيف فيه نبهان مولى أمه سلمة وهو مجهول وقد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل طيب أنا هنا عندي سؤال لما الحديث ضعيف بتستشد بيلي أصلا في الإجابة السؤال لكن مش معنى أنه ضعيف في موضع أنه في موضع آخر مش ضعيف أنا أحطي تصحيح الحديث على الشاشة من الدور السنية ودي الحديث قدامكم وتصحيحه كمان هيكون قدامكم طبعا شفنا أن كل ما سكت عنه فهو صالح وطبعا دي إهانة كبيرة جدا لما راجل يقول لمراته احتاج بي من واحد أعمى عشان أنت ممكن تشتهي فما بالك إزاي كان الرسول بيفكر في زوجته هل زوجات الرسول بيشتهر الرجالة حتى لو كانوا عمي خلينا نكمل الإجابة ولهذا فالراجح جواز نظر المرأة إلى الرجل عدا عورته لكن إن كان النظر بشهوة أو خشية الفتنة حرمة قال الشيخ ابن عسيمين نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء كان في التلفزيون أو غيره واحد نظرة شهوة تمتع فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة اتنين نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع فهذه لا شيء فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم وهي جائزة لما ثبت في الصحيحين أن عائشة كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وكان النبي يسترها عنهم وأقرها على ذلك يبقى ممنوع المرأة تشوف رجالة أو يعني لو هتسير عندها الشهوة أو الفتنة حتى لو في التلفزيون يعني سبحان الله لكن لو نظرة مجردة ممكن تنظر أو وتشوف عادي يعني وتتفرج على التلفزيون واستشهد بحديث أن عائشة كانت بتتفرج على الأحبش بس نسي يقول لنا أن الرسول كان شايلها على كتفه لأنها كانت طفلة صغيرة بيشايلها عشان تتفرج وخلينا إيه نكمل الإجابة ولأن النساء يمشينا في الأسواق وينظرنا إلى الرجال وإن كنا محجبات فالمرأة تنظر إلى الرجل وإن كان هو لا ينظرها بشرط أن لا تكون هناك شهوة أو فتنة فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة محرمة في التلفزيون وغيره فليس للمرأة أن تتفحص الرجل وتتأمل سيابه وغترته وتفاصيل جسده لأنها مأمورة بغض البصر ولما يخشى عليها من الفتنة ثانيا لا شك في جواز الطيب للرجال وأخذ الزينة في السياب ونحوها وكان النبي يتطيب بأحسن الطيب وكان الصحابة يتطيبون وأمرهم الله بأخذ الزينة إذ أتوا المسجد خذوا زيناتكم عند كل مسجد وكل واشربوا إلى آخر سورة الأعراف 31 و32 وهنا مربط الفرس إن الرسول كان بيتعطر بأحسن العطور والصحابة كمان فأنت يا مسلمة أو يا مرأة مسلمة تضغطي وتغطي النظر وقوعي تتعطري علشان ما تفتنيش الرجل لكن هو يتعطر وأنت تتفلقي وهو مش هيقدر يحكم نفسه لكن أنت تحكمي نفسك لو شافك متعطرة مش هيقدر يعني ممكن يفتن لكن أنت تشوفيه متعطر إيه؟ أنت تعمل إيه؟ تغضي نظرك خلاص يعني هو ما يحكمش نفسه وأنت تحكمي نفسك ونكمل للإجابة وقد كان النبي وأصحابه يصلون في المسجد وخلفهم النساء فلم يمنعوا من شيء من ذلك وكذلك كانوا يحرمون بالحج والعمرة ومعهم النساء وقد يكشف الرجل عن صدره واعتقيه فلم يؤمروا بستر ذلك ولهذا فإن على المرأة أن تتق الله تعالى ولا تخشى أماكن وجود الرجال إلا لحاجة وأنت تنصرف من المسجد قبل الرجال وأنت تزاحم في الطرقات وأنت غض بصرها وقال لا تنظر للرجال إلا لحاجة من بيان وشراءه نحو ذلك طيب وطبعا أنا نظرا لوقت الحلقة كاملوا أنت بقى الإجابة وكلامي دلوقتي موجهة للمرأة المسلمة اتق الله يا مسلمة اتق الله علشان هو يتعطر ويتمختر ويتزين برحته عيب غضي النظر وغطي أنت نفسك واتفني نفسك وما تتعطريش عشان ما تسريش شهوته وقوا أنت تتجنيني في مخك وتحب تتعطري وتكون رحتك حلوة مثلا ولا حاجة اتق الله يا مسلمة هو مش مزن بإذن تعطر فضلا على أنه يكون زاني فهذا مما لا أصلا له هو لم يفعل إلا ما أقو بيها له لكن أنت لو تعطرتي هتكوني في حكم إيه الزانية فاتق الله عايزين تكتبوا حرية الرجالة ليه وقوا تقولوا ليه أنا ما تعطرش علشان ما يسيرش شهوت طبعا النساء عنده فأنت إيه تتطقي لك كده هو أنت ما تتعطرش وهو يتعطر أنت ما تتزيني شو هو يتزين وألتقي بيكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر